قوانين الأداب العامة الآن في عرف الناس عموماً يعني ربما تبتعد كثيراً عن قضايا مثلاً الصدق أو قضايا إعطاء الطريق حقه هو تنحصر بشكل أكثر في اللبس إذا كان فاضحاً أو غير فاضح في قضايا العلاقات بين الجنسين في الطرقات في الشوارع أو حتى في الأماكن المغلقة ربما يمتد ذلك إلى قضية حتى تعاطي المسكرات في الشارع أو ما شابه هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم قوانين آداب عامة تضبط مثل هذه المظاهر في الشوارع يعني كان هناك مراعاة أو متابعة لهذا الأمر أم هو متروك لديانة الصحابة في ذلك الوقت طبعاً نحن عندنا أصل عظيم في ديننا ودائماً يحاول المبطلون أن يأتوا على هذا الأصل من جذوره يأتون عليه بالإبطال وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو عنوان خيرية هذه الأمة قال ابن عباس رضي الله عنهما من سره أن يكون من أهل هذه الآية فليؤدي شرط الله فيها كنتم خير أمة أخرية للناس لا للأنساب ولا للأحساب ولا للوجوه تأمرون بالمعروفة ما كان بضد ذلك ما حكم الشر بأنه شر وفساد فلذلك أنا أقول قوانين الآداب العامة ما ينبغي أن تكون قاصرة على قضية النساء والزي وما إلى ذلك وإنما تشمع لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين يدخل السوق ويضع يده في صبرة الطعام فتصيب يده بللاء يقول ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله يعني المطر قال هل لا جعلته فوق الطعام ليراه الناس من غش فليس منا من غش سواء غششت مؤمنا أو كافرا برا أو فاجرا كيفما كان الغش فهو حرام من غش فليس منا وهذه الرواية أعم الرواية من غشنا فليس منا ولذلك تجد الإمام البخاري رحمه الله لما ذهب إلى بعض الناس ليأخذ عنه الحديث فوجده يعني يجعل خبنة يعني يجمع رداءه هكذا يوهم الدابة أن فيها علفة من أجل أن يمسك بها البخاري أبى أن يأخذ منه قال هذا الذي يغش الدابة قد يكذب في حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى هذه الدرجة من الحساسية لكن هذه كلها لم تكن فعل دولة إنما كانت اختيارات أشخاص يعني لا أنا قفزت قفزة لكن أبدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد في يد رجل خاتما من ذهب عمد صلى الله عليه وسلم إلى خلعه وطرحه قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا المنكر بيده يدي باعتبار حرمة الذهب على ذكور الأمة على الذكور قالوا له خذ خاتمك فانتفع به قال والله ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرى عليه الصلاة والسلام على أحد الصحابة يعني ثوبا ما يليق قال له أمك أمرتك بذلك صحابي من الصغار كأنه عبد الله بن عمر بن العاص أو من العبادلة قال له أمك أمرتك بذلك أنه عليه الصلاة والسلام ينكر عليه بأن هذا الثوب ما يليق فهنا أيضا تغيير المنكر من النبي صلى الله عليه وسلم أما في عهد الصحابة رضوان الله عليهم لما توسعت الفتوحات وزاد الأمر كان الأمر أظهر ولذلك عمر رضي الله عنه لما كان يعس بالمدينة فسمع امرأة تقول هل من لي بخمر فأشربها أم من لي بنصر بن حجاج فعمر رضي الله عنه في اليوم الثاني بدأ يبحث عن نصر بن حجاج هذا من يكون فلما جئ به إذا هو من أصبح الناس وجها وسيب يعني نعم وأحسنهم شعرا فأمره عمر رضي الله عنه بأن يحلق شعره إن الشعر تمشي تحلقه فحلق قالوا فبدت وجنتاه فازداد حسنا فأمروا بأن يعتم بأن يتعمم فازداد بهاء فعمر رضي الله عنه سيره إلى البصرة قال له يا أمير المؤمنين وما ذنبي قال يا ابن أخي ما لك من ذنب ولكن الذنب ذنبي إن تركتك بالمدينة يتشبب بك النساء يعني لما كان هناك شخص يعني ممكن مثار إفساد في المدينة حتى لو لم يكن هو يفعل فعلا فاضحا أو سيئا لكن سد هذا الباب وهذا عمر بن خطاب هكذا فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولذلك علماءنا قالوا الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام والمصلحة الخاصة تلغى إلى جانب المصلحة العامة لا الضرر Axd